وصلت القوات الجوية مع نظراتها من الدول الشقيقة والصديقة تنفيذ طلعاتها من المملكة الأردنية الهاشمية لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة يأتي ذلك استمرار الجهود المكففة التي تبذلها مصر على مدار الساعة بالتعاون مع كافة القوة الدولية والإقليمية لاتخاذ خطوات جادة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وفتح جميع المعابر البرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل لداخل قطاع استمرارا للجهود المكففة التي تبذلها الدولة المصرية على مدار الساعة بالتعاون مع كافة القوة الدولية والإقليمية لاتخاذ خطوات جادة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار على قطاع غزة وفتح جميع المعابر البرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل داخل القطاع وصلت القوات الجوية المصرية مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة تنفيذ طلعاتها خلال الفترة من الثالث وحتى الثامن من شهر يونيو الجاري من المملكة الأردنية الهاشمية لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها السكان في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون دخول المساعدات بصورة كافية داخل القطاع تأتي تلك المساعدات لتلبي جزءا ضئيلا من الاحتياجات الملحة والأساسية للحفاظ على الحياة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة وغير المسبوقة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون داخل قطاع غزة